عايزة أعرف إيه هو صندوق مكافحة وعلاج التعاطي والإدمان إحنا بالنسبة على المستشفىات خاصة كتير جداً نشوف إعلانات كتير عن علاج الإدمان والتعاطي إيه هو الصندوق ده وأهميته لأنه برضو في أكبيرة قوي ويهمها تعرف القصة دي طيب هو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي هي جاية حكومية الدولة أنشأتها علشان تقوم بدورين مهمين جداً في مكافحة الإدمان نعم أول حاجة الدور الوقائي نحن بنستهدف الناس اللي شايفة نفسها بعين عن مشكلة الإدمان طالما أنا مشيبتش تجارة أدمانت المخدرات وعمري ما شفتها وعمري أولاني ما يشربوها وده طبعاً وهم عند كل الناس فإحنا بنستهدف الناس دي نحن بنعمل لهم برامج خاصة بكل فئة من فئات المجتمع دي ومنسميها الفئات الهشة الأسرة والنشق والشباب على مستوى محافظات الجمهورية كلها ده دور من أدوار الصندوق الدور الثاني بقى نحن بنستهدف الناس لدخل دائرة الإدمان ودائرة المخدرات اللي هو أنشأنا خط الساخن لعلاج الإدمان وحركنا وهي التعليل هو بالمجان وفي سرية تامة الرقم دوت بيتقدم له أي حد بوقع في مشكلة الإدمان مهما كان نوع مهما كان سنه مهما كان فترة تعطيل بيتصل بس برقم مجاني ده بالمجان تبع الدولة 16-0-23 16-0-23 16-0-23 ده رقم مجاني أي أب طالع عينه مع ابنه أي أم مش عارفة تعمل إيه مصاريف كتيرة طبعا للعلاج ده مستشفى مجاني 16-0-23 نبتدي نتصل ده أول الخطوة أول حاجة عملنا اللي علينا أنا هنتظرنا عشان نبتدي المشوى أو نساعد حد كمان في وقع في المشكلة دي يعني في كتير جدا من الناس اللي بتقول أنا فيه عندي حالة أعرفها وحتى ما عرفهاش كمان الناس بتشتكي من كتر الهموم اللي وصلت لها من نتيجة الإدمان والمخادرات دي فقاوز حل فالناس في كتير ما بتعرفش الحل فيريد هم يبقوا معهم الرقم ده بحيث أن هم أي حد محتاج للعلاج محتاج المساعدة يتصل بخط السناخ ده أول إجراء بيحصل طيب يريد كمان نحطه على الشاشة عندنا برضو عشان يبقى للشاف أو للرحق يعني 16-0-23 ده رقم صندوق مكافحة الإدمان اللي على حساب الحكومة ببلاش يعني دي حاجة حكومية مش حاجة خاصة طيب أستاذ محمد كلمنا يعني برضو لما اتصل خلاص أنا خدت أول خطوة ورفعت التليفون واتصلت بيبتدي الحياة زي؟ مشوار بيبقى هو اللي بيرد على الحالة أو الأسرة اللي هي بتعرض الحالة بتاعتها بتاعت الإدمان بيرد عليها أخصائي نفسي أو أخصائي اجتماعي بيعرف الحالة المبدئية وبيعرف معلومات خاصة بحالة التعاطي اللي هو بيادمنها الفترة اللي هو بيطعطها النوع المخدل اللي هو بيطعطها طبعا عنده كله في سرية تم نعم مش مش تبليغ في الفكرة دي وبعد كده بيحدد معاه معاه بحيث أنه هيجي إلى المستشفى ويتقابل بالدكتور العلاجي الخاص بالحالة بتاعته ويخش في البرمج العلاجي لحد ما يتعافى من مشكلة الإدمان ويتابع كمان بعد العلاج طيب رقم واحد إن ده بيتم في سرية تم يعني ما ينفعش أي حد يروح يسأل على أي داتا أو أي بيانات هيده له عشان فيه ناس كتير يقولك إزاي؟ ولم يجي يتجوز مراته تعرف أنه كان بيتعالج أو إزاي؟ يعني أين كان فتاة أو ولد على فكرة أن الإدمان بنت أو ولد يعني ده هو المرض يسيب كل البشر بالضبط إن فيه ناس مش مختارة يعني فيه فتيات مدمنات أكيد طبعا فيه لا فيه فيه بنسبة كبيرة كمان فيه من هنا ناس مدمنين كمان بس ما أدمانتش مخدرات زي؟ ده اللي بنسميها الشخصية الإدمانية ده السبب الأساسي لدخول الإدمان يعني فيه ناس كتير بتقول أسباب الإدمان للأسرة والبطالة والعمل والمشكلات الإجتماعية والمشكلات وكذا وكذا كذا كل دي مش أسباب كل دي عوامل بتساعد شخصية معينة بنسمى الشخصية الإدمانية هو شخص بيتمازل ببعض الصفات إن فيه حاجات هو بتتباحها سلوك معين أو طريقة معينة الطريقة اللي هو بيخوضها دي أين كان الشيء اللي هو بيتعود عليه كل يوم بيزود في الجرعة بتاعته جرعة الوقت أو جرعة الشيء اللي هو بياخده أو بتأثر كمان على الحالة النفسية بتاعته موده بيبقى كويس جدا لما بياخد الحاجة دي الحاجة دي بقى ممكن تكون بنجو حشيش ممكن تكون تلفزيون ممكن تكون كمبيوتر ممكن تكون عصير معين بيحب بيشرب معادة سرية ممكن يعني في إدمان حاجات كتير غريبة يعني الإدمان بقى موضوعاته كتير جدا وساعات الراحد بيبقى مستغرب يعني إدمان حاجات غريبة طيب دكتور إدمان المخدرات لو بنتكلم نهاردة على إدمان المخدرات مش إدمان عادات سيئة هل كل نوع وليه مشوار في العلاج يعني المدمن حشيش غير المدمن هيروين غير كوكاين يعني أقصد أين كان نوع المخدر هل ده بيفرق في أسلوب العلاج ولا كل المخدر بينطبق عليه نفس الطريق هو همنا طبعا في علاج الإدمان أن نحن نعرف نوع المخدر وفتر التعاطي بس إحنا ما نتعامل مع إدمان المخدرات لأساس أنه هو مرض الإدمان ما نتعامل مع الشخصية الإدمانية ده إنما ده جزء نفسي فيه إنحنا نتعامل مع الشخصية الإدمانية لنفسها إنما الجزء الطبي ده بيتعلق بالأطباء المتخصصين في العلاج الطبي من هم بيعرفوا نوع المخدر وفترة التعاطي علشان بيديله بعض الأدوية ولاست أدوية بديلة لعلاج الإدمان بعض الأدوية المسكنات اللي هي بتسكن له ألام الانسحاب أو ألام أعراض الانسحاب بتاع انقطاع المادة المخدرة عن الجسم وذلك شيء مهم جدا نحن نعرفه في العلاج عشان يستمر بقى في فعلك نفسي وعالج اجتماعي وعالج أسري وعالج بيئي وعالج تأهيلي وكل حاجة كثيرة يعني إحنا كنا نتكلم في الفقرة الأولى وحدا كنتم مستمتع معنا في الستوديو بالفقرة الأولى عن إزاي نربي نربي أولادنا صحيا كويسة أخلاقيا نفسيا فحتة النفسية دي مهمة قوي نفسيا كنا نتكلم قبل الفاصل فحدا كنتم تلي فعلا لما الطفل بيتقفل قدامه باب الحوار ويمكن دي مكملة للفقرة الأولى لما ملاقيش الأب أو الأم اللي إحنا كنا عمين نقول يعيني عليهم مش عارفين يتحوروا إزاي ويقولوا إيه وإحنا بننصحهم يعملوا إيه لما الباب دا يتقفل تماما قصادهم بيبتدوا يلجأوا اللي بيبان تاني بيخبطوا على أبواب أخرى أبواب الإدمان أبواب ممكن أصدقاء السوق اللي أول ما يبتدي يسمع منه اللي مش لايه حد يسمعه مش لايه حد يتكلم معاه تفتكر دا حضرتك بداية الإدمان فعلا يعني بداية المشوار أو البحث عن أي حاجة قد منها أن أنا أختفي معاها أو أتوه معاها هو بداية المعرفة لنا كلنا هي المعرفة أن أنا أعرف بالضبط إمتى أرد على ابني في وقته معين بالضبط يعني معروف أو كان معروف يعني تمتلت الفكرة دي تتغير شوية أن سن التعاطي من حصلها في سن اللي هو 14 إلى 21 سنة الدكتور تكلم عليه سن المراهقة ولكن سن التدخين الخفض لخمس سنين يعني معنى كان أن ابني لما بيسأل عن التدخين معنى كان أن هو عاوز إجابة مني أنا وأنا لازم أكون عارفة الإجابة الصح ما بدلوش الإجابة الغلط ابتدى التدخيني من خمس سنين من سنة خمس سنين إلى سبع سنوات ده سنة معرض نوعيشة تدخين كارثة طبعا وكارثة الأكتر كمان للأسرة إيه وعا ترد على السؤال ده ما منفعش إنها رد على ابني تعيب تزايد تتكلم عن السجاية لما تكبر أبأقولك السؤال بيبقى ملوحها زي أنت مين قالك من السجاية طب نقول إيه في أما ده بقى نفسي بقى إحنا نقول لنفسنا الأول إحنا نقول لن أسرة الأول نفسها التعامل بالسؤال ده لازم أكون عارفة الإجابة حتى لو مش عارفة الإجابة كأسرة لازم أدور على الإجابة الصحة أروح وأسأل دكتور نفسي ودكتور تربوي يعني أسأل ومش عايب إن أنا أقول له لأ إستنة عارف الإجابة الصحة من دكتور متخصص لشان رد عليك إنما كون إن أنا أصد الإجابة ده هو هيسأل السؤال هيبقى ملوح عليك كده كده هيجيب المعلومة بس أنا معرفش ممكن يجيبها من مين من صحابه بس صحابه مش هيردول عليها برضو من عنات ممكن على الإنترنت وبرضو كله مش ممسوك فيه متكارسة برضو إن أنا بدخل بدور على معلومة ممكن فجأة لا أدخل على أي ويبسايت أي موقع يقول لي الله ده التدخين ده بيعمل موت حلوة قوي وبيعمل معرفش إيه وبيخلي الإنسان يعني بيبقى فيه مواقع مشكلتها بتصدر لنا معلومات غلط جميل صح وصحابي كمان أهم حاجة صحابي مش هيردولي على السؤال ده صحابي يقولولي جرب أنت بتسأل على حاجة معاناة أنا جربتها أنت جربها أنت كمان التجريب ده هو شيء يخليك تخوض التجربة يبع عندك الخبرة في أن أنت تجرب نفس السجارة دي أت واحد وبعد كده لما تعامل مع طفلي أثناء السؤال ده ما بيقولوش أنك أنك أنت ما اوعى تشرب سجير اوعى تكون زي باباك أو كنت زي عمك زي خالك أنت تشرب سجير وتبقى ويحش زيه لا الفكرة مش كده خالص الفكرة نحن نتعامل مع القدوة سواء الأب أو الأمة حتى أو الخال أو العم من هم دولات وقعوا في مشكلة أنا مش عاوزة بتقعوا في مشكلة زيه يعني ساعات الإبن مثلا بيروح لوالده وبيشرب سجار وبعدين يقولو أنا صحبي بيدخن وأنا عايز أسأله يا سجار فممكن يقولو لا السجار دي خطر واتموتك وهو حاطت في يده السجار هتقبل إزاي أنا المعلومة من أب هو أورادي بيدخل تعرف حضريك جالي سؤال في إحدى اللقاءات الأسرية مع الأمهات أم بتقولي يعني ابني جالي قالي يا ماما دلوقتي بتقولي انت تدخين ويدمر الصحة وقدل الوفاة جميل يا ماما جميل يا حبيبي كويس طب بابا بيشرب سجار وما ماتش هتصرف معها إزاي أيها سؤال برضو سؤال زاكي لأنه شايف فيه مفارقات أسرية أكيد طبعا فيه لأن كده برضو الأب والأم لازم يكونوا متعاونين مع بعض في الفكرة دي أنت أصبت بمرض الإدمان أو مرض التدخين تعد السجار لازم أنت تكون حتى بعيد عن مرأة وما اسمع الأسرة كلها لأن كمان في حاجة اسمها التدخين السلبة هم كمان بشربوا سجار معاك آه لا ده طبعا ده إحنا بقالنا سنين بنقول حتى عايز تدور نفسك أنت اطلع البلكونة ما تشربش في البيت خالص تشربش حولين الأولاد يعني دي دي بقى كمان وزارة السحة بصراحة أيما بدور برضو وكمان لازم نقوم برضو بدور مكرمي إحنا مجلن في الستوديو هنا مفيش أي طفاية سجار معنى كده أن حضرتك والمكان اللي حن مجلن ممنوع التدخين فأنا أدور على مكان أشرف فيه السجار أدور حالك ففيه سلوك لازم في الأسرة تتبعه حتى لو مفيش أفراد من أفراد الأسرة بيشرف سجار في البيت وأعمل أنا تعليمات جوه أيوة أنا حر في بيت أي ضيف أنت مش ليجي الدرين أنا مرة جالي لنجار بيعمل حاجات في البيت فعلى طوله أنت عرف فقا يعني السجارة قلتوله أنا أسفة جدا بنتي عندها حساسية يعني ما تكسفتش لأن أنت داخل آه موتك يبعلي قوي يعني بتعمل الشغل بمزاج مش حايزات مزاج فالراجل بصري كده قالي طب يا فاند قلتوله آه ممنوع السجار في البيت مش عيب يعني يعني مش عيب أننا نحافظ على صحة أولادنا أبدا خالص إيه لعيف أننا نحافظ على صحة أولاد طيب نرجع تاني للسندوق قد إيه مهمة أوي الصندوق ده وقد إيه أن البلد برضو يعني الحكومة عملة حاجة مجانية أن هي تحاول ترفع قدرات الشباب وتعالجهم دي حاجة كويس دي خطوة كويس لكن هل يعني هل مثلا أنا ممكن أدخل أتعالج وأخرج وارجع تاني وادخل تاني يعني هل الصندوق ده بيتحلي في أي وقت فتحلي بابه وهل مثلا بيتعامل بالشروط العالمية ولا حاجة من أبوالاش كده وملهاش لها فعليش أنا صريحة يعني معروف عني صريحة وأنا بدا أكون مع صراحة طريق في المكان ده مع أن أنا جزء من المكان ده بس أنا هرد على حديث بمتالحة دي السندوق هو متعاقد مع مجموعة مستشفات تابعة وزارة الصحة بتقوم بالعلاج الهام جدا في مشكلة الإدمان هو المتابعة المشكلة بس في علاج الإدمان مش مجرد أن أنا بشيل منه أعراض الانسحاب أو علاج طبي فقط لأ ده أنا بتابع معاه بعد كده لأن طبيعة المرض مرض انتكاسي مزمن ممكن أي حد يتعالج أو يتعافم مشكلة الإدمان وبعد كده يتجي عليها تاني ولكن المستشفات الخاصة وحريك نوهت عليها في الأول خالص بتاخد مبالغ رهيبة جدا بتعالج الجزء الطبي فقط بتشيل المخدرات الموجودة وجوه الجسم ودي فترة ما بتعودش أكتر من خمس تيام أو سبع تيام طب أنا لما شيري مخدر من جول جسم يعني إيه اللي بيحصل مش أنا بتشافى تماما ولا برجع تاني بعد اللي بيرجعني تاني العوامل العوامل نفسية واردو العوامل نفسية والاجتماعية أحنا ممكن الأخصة حديك في ثلاث حاجات أشخاص وأشياء وأماكن أشخاص ممكن يخلوني عم أنت افتكرت أن أنت بطلت مش أبطل خدلك ما جاتش من النفس دي أشياء ممكن يعني أنا ممكن أبطل في الأشياء أنا كنت باستخدمها أثناء التعاطي زي مثلا التدخين أنا لما أبطل التدخين أجعد في القعدة بتاعتي في البلكون أنا مسج الجورنان وبشرب كوبات الشاي أفتكر السجارة مع كوبات الشاي ده متضبطة بالسجارة تمام الأماكن اللي كنت باعد فيها أثناء التعاطي لما مبر عليها بافتكر التعاطي ففي كتير جدا من الناس اللي هي بتتعافى بالجزء الطبي فقط قبل ما تطنع من صور المصيش فتكون ضربة مخدرات ليه بقى؟ لأن أول بيستقبلوه صحابه اللي كانوا بيشربوا معاه أو بيدمينوا معاه اللي بيروح نفس المكان زي ما حداك قلت يتعامل ممكن كمان الأهل يصدوه يعني مش يصدوه زي يعني على قد ما هم بيحبوه خايفين عليه من أول مشكلة أنت نسيت نفسك أنت كنت بتسرق أنت كنت بتبيع حاجاتنا أنت مدمن الكلمة دي ذات نفسها تروح عمنا له ارتداء مرتد تيلي جميل عشان كلا في جزء عندنا اسمه علاج أسري الأسر نفسها بتشترك الأسر كبير لازم تتعالج يعني لازم تتعالج لا في أسلوب التعامل بقى في مراحل التأهيل بتاعته في أسلوب للتعامل معه خاص مع الشخص المتعافي من مشكلة الإدمان دي بداش يقوم مهم جدا ولكن الخط الساخن بيقوم بالمتابعة أثناء التعافي عشان كلا فيش حاجة اسمها علاج هو اسمه تعافي زي مرض السكر مرض الضغط وفيش علاج نهائي للسكر ولكن فيه برنامج معين ويدوى معين أنا بغضو وفيه أكل معين أنا بغضو الإدمان برضو كذلك فيه برنامج معينة ماشي فيه برنامج طبي برنامج أسري برنامج تأهيلي برنامج اجتماعي بمشي فيه وفي التالي بتعافي عندي ثقافة أنا مدمن متعافي مدمن بس ما أخدش مخدرات عندي الشخصي الإدمان بس أنا مدمن ممكن أدمن في أي وقت ولازم تكون عند ثقافة دي موجودة بعد التعافي وكمان أنا عايزة أقولي أن المستشفات الخاصة بتشيل كل الأعراض الانسحبية بتسحب المخدر كله من الجسد لكن هو الميزة في الصندوق زي ما الدكتور قال أن المستشفى الخاصة عايزة فلوس وبعد ما تخرج من الباب أنا مش جاءه بيك اعمل لتعمله أنا بالعقدة أنا عايزة ترجع لي تاني عشان أخد فلوس أكتر تاني لكن هنا المتابعة المتابعة دي مش هنلاقيه أن الناس خايفة على الشباب دول وبيتابعوهم حتى بعد ما بيخرج من المستشفى فقد إيه المتابعة حتى بتحسس الفرض ده أنه مهم أن أنت صحية الغالية علينا أنه إحنا بنتابعك فالمتابعة والاهتمام لوحده ممكن يسخر الحجر يعني أكيد طبعا لأن العوامل اللي دخلته في الإدمان أول مرة بيقابلها تاني بصدق ما بيبقاش عنده الأسلوب والسلوك مع أن إحنا بنعلم ودوم نضربه على ده بس لازم المتابعة لازم المسألة دي يكون ملازمة لي أي مشكلة بيقع فيها أي عامل من العوامل اللي احنا ممكن نقولها ونسردها ممكن ترجعوا ده في مشكلة الإدمان بل كده أنا ما تعالجتش وبرضو بيني وبين حريك برضو في مدمنين بيستغلوا نقطة العلاج المجاني ده مع أن إحنا مغفرنا كدولة بقول طب خلاص أنا ممكن أروح بقى صحيتي بقى كويسة أطلع من المستشفى بمخدراتها رجعتنا أتعالج ببلاش الله وليه العذاب يعني 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 أنتوا بتحسون في ناس بتستغل في بعض الناس كده في بعض الناس كده بس دي أكيد مش متزنة نفسيا يعني إن هو يرجع عشان بس يوفق يعني يوفق أنه يتعالج ببلاش طب ما أنت برضو بالدرسة حيطك هي هي بس إحنا من نقسم برضو مع الناس دي وإحنا عايزين برضو نزود نسبة بتعافي من مشكلة الإدمان طيب دكتور فيه بيقولوا كابسولة بتتحط تحت الجلد بتمنع الإدمان بعد كده إن لو حد جي تعاطي أي مواد مخدرة ما بتنفعش يعني يعني الجسم يبرفضها أرد فيه أساليب كتير قوي إيه أحدث حاجة لعلاج الإدمان دلوقتي زي ما أنا دايما بتكلم في أحدث حاجة لعلاج فيروسي والسكر والضغط يعني كل الموضوعات الطبية اللي معان هل في حاجة جديدة في علاج الإدمان إحنا ما نعرفهاش أولو حديك حاجة هو أول حاجة في علاج الإدمان خطوة اسمها الإدراك نقطة إن المضمن اللي أنا شايفه مضمن في الشارع أو مضمن في أسريتي أو مضمن في عائلتي يكون واصل الإدراك إن أنت في مشكلة دي أولا يعني دايما هم يتيجوا تقولوا أنت مضمن يقول لك أنا مش مضمن أنا ممكن أبطلها في أي وقت أكيد فهي فعلا نقطة إن أنا أعترف وأمدرك من جواين أنا عندي مشكلة يعني بالتالي أنا أي شخص مريض أنا أقول له أنت هتروح تتعالج أتعالج من إيه أنا في مشكلة مخدرات مشكلة إدمان بس أنا ممكن أبطل في أي وقت فدي بنسباله عنده نقطة الرغبة غير موجودة ونقطة الإرادة يمكن تكون موجودة قدام إنما لما بنقلبها بقى يقول له أنا نفسي أبطل بس مش قادر أبطل هنا بقى بيتعاملوا معه أحدث علاج الإدمان هو العلاج النفسي ولاس علاج الطب العلاج النفسي لأنه نحن بنتعامل مع مرض الإدمان هو مرض نفسي اللي هو بنرجع في الأول خالص هذه الشخصية الإدمانية هو جواه شخص مضمن ما فيش حاجة اسمها أن أنا أحط لزقة تحت الجلد قد تكون مفيدة بعض الأحيان أو أحط لزقة أو أندغ لبانة لبانة معينة أو حاجة عشان بتزود نسبة احتياج الجسم أو احتياج الطبي للمدنة المخدرة من حاجات تانية من وسائلها قلتها تاني كل هذا لازم تكون تحت إشراف طبيب عشاب طبية لازم تكون تحت إشراف طبيب شريحة إلكترانية لازم تكون برضو تحت إشراف طبيب لأنه ممكن الشخص أنه يتعود عليها وتحصل له عراض النسحاب نتيجة انقطاع الجزء ده أو العلاج ده بالنسباله فكل هذا لازم يكون تحت إشراف طبيب في الأول الجزء النفسي علاج النفسي شيء مهم جدا في علاج الإدمان أنا عارف يعني الجزء النفسي ده عشر عشرين تلاتين ألف خط تحته لأن فعلا هو بيبقى الشخص ده محتاج مساندة ومحتاج دايما لأن حد يبدأ يتكلم معاه ويبتدي يفرغ النفسية مثلا مجبوطة لجواه أي أن كان هو شكل الشخص ده هارجع تاني وأقول رقم الصندوق لمكافحة التعاطي والإدمان للي لسه متابعنا دلوقتي ستاشر زيرو تلاتة وعشرين مشاهدينا ستاشر زيرو تلاتة وعشرين ده رقم صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي ودي حاجة حكومية بس حاجة محترمة يعني مش شرط كل حاجة حابة عندنا خلاص يعني هالة سوداء من أول ما يتقال حكومة يعني خدمة وحشة يعني لأ يعني صندوق ده أنا شفت ناس تعافت على إيده شفت ناس قد إيه دخلوا بشكل سودوي يعني الحياة كلها سودة وخرجوا حياتهم وابتدت من جديد اللي اتجاوز واللي خلف واللي بتدى يعيش حياته واللي طلق مراته والولادة تشرطوا ورجعوا تاني وتلموا يعني أصد لا يعني بيحصل بيحصل إن في حياة بتبتدي من بعد الخروج من هذه المستشفى ففي دكاترة كبيرة جدا نفسية أنتم بتتعاملوا معها أيها طبعا يعني مش أي حد من علامات مثلا أو اسماء إن دكاترة اللي بتتعاملوا مع النفسين هو مش عد رسد أسماء كتير بس هي في ناس متخصصين فقط في العلاج النفسي من الإدمان فقط بيتخصصوا في العلاج والمتابعة داخل المستشفى التابعة وزارة الصحة في مستشفى عندنا مستشفى صحة نفسية بالمطار مستشفى الطب النفس بعين شمس مستشفى قاتل المسلحة بالمعادي في بعض الفروع في الخط السيخ الموجودة على مستوى المحافظات الجمهورية بتقدم الخدمات العلاجية بالمجان وفي سرية تامة خدمات علاجية كل المستشفى دي بتعالج الإدمان مش كلها إحنا فيه أقسام عندنا أقسام عندنا خاصة بعلاج الإدمان علاج النفس بالإدمان طبعا أنا كمان كنت عايز أسأل سؤال طبعا المدمن لما بيكون في حالة متأخرة لما يكون بقاله سنين سنين في الإدمان مش بيحصل إن فيه فشل كلاوي مش بيحصل إن بيبقى فيه حاجات عريقة مش بيحصل أقسد يعني بيبقى فيه تلف صحي في أعضاء تانية هل أنتوا بتكملوا المسيرة يعني بتكملوا وتعالجوا من بقية الحاجات ولا بس من الإدمان بس حريقة شخص مضمن ما بقاش حاسس بالأمراض اللي أنها بتحصل أو حصلت له أو ممكن هتحصل له كمان ولكن إحنا في الجزء بقى الخاص اللي هو بتاع التعافي المخدرات لما تنسحب من جسم ويبقى تظهر على المشاكل الجسمية دي كلها دورنا في الخط الساخن متابعة الشخص لأنه يكون سليم نفسيا ويكون سليم جسديا فلو في بعض الأشخاص بيبقى عندهم مشكلة خاصة بأي عضو من أعضاء جسمهم نتجة عن التعاطي أو طول فترة التعاطي إحنا ممكن نخليه تواجه الأقرب دكتور متخصص في المجال دوت بحيث أنه يتابعه في موضوع الجزء الخاص بالصحة بتاعته لأنه ممكن تكون الجزء الخاص بالصحة دوت ثقافة خاطئة ناحية التبطيل بتاعت الإدمان والمخدرات وكتير من الناس يقولك أنه لما بطلت حاصلتني مشاكل جسمي دي أنا بالتعاب بالمخدرات كنت أحسن يا شيخ دي أنا مش هبطل خار السجار ولا حتى مخدرات أنا بجيت أبطل حاصل لي مشاكل في الكل حاصل لي مشاكل في المعدة حاصل لي مشاكل في الرئة حاصل لي مشاكل في التنفس في الطاقة بتاعت بتاعت جسمي بايتش قادر الشغل أحسن بايتش أكلم أصيدي أحسن الله طبعا أرجع للمخدرات تانية أحسن فده معتقد خاطئ فلازم نكون نحن متكتفين في المستشفات عندنا في الخط الساخن في الطبيب النفسي والطبيب البشري والطبيب السلوكي العلاجي الحاجات دي كلها أستاذ محمد إيه أكتر الحالات يعني دايما إحنا أنا وناس كتير يعني مش لازم أنا باتكلم عن أنا كمان باتكلم عن ما بنطعز غير ما بشوف حالات حية يعني دايما إحنا نتقصر بالفيلم العربي نتقصر بالمسلسل ليه لأ لأن إحنا بنشوف حالة نشوف حالة عامة إيه في حياتها إيه اللي حصل في حياتها فإيه الحالات اللي أنت شفتها تستاهل إن المشاهد يسمعها ويتطعز منها في حالات كتيرة بصراحة ما شاء الله عليهم في التعافي عندنا في الخط الساخن دينا كذا نموذج يعني في نموذج عندنا أدمن بودرة في حدود 17 أو 15 سنة ومع ذلك برضو تعافي وإلى الآن متعافي بقى أكثر من 12 أو 13 سنة ده كان بيتعاطى بودرة وعنده كم سنة؟ فترة تعادي 12 أو 13 سنة آه فترة تعادي 12 سنة كتير كتير جدا يعني ومع ذلك برضو تعافي بقى له 12 سنة دلوقت ما شاء الله وموجود عندنا في خط الساخن وبيشارك كمان في الجلسات العلاجية أكيد عشان كده أقول لك أنا لما لاقي يعني أنا يعني أين كان يعفيني ربنا لكن أنا لو شخص ده مدمن بلقى حد كان مدمن أصاده وبقى صحته كويسة وتعالي فده يبقى أحسن نموذج يعني أروع نموذج إنه أنا بتيدي أسمع وشوف هو عمل إفحاد طيب مين تاني نموذج جايد برضو حدك شايفه في الصندوق وخرج يعني حالات برضو أنا أحب أسمع حالات في عندنا طفل كان بيشتغل عايزي يساعد أسرته والده كان متوفي عايزي يساعد أسرته في الدخل بتاعها فابتدأ أنه هو يشتغل مع صناعي في الشرع بتاعهم صناعي بيدهن عربيات أو بتاع الدوكو فابتدأ أنه هو يدمن أو يتعود على المادة اللي هو بيشمها لتكتل شغلانته بتاع طفل كان عنده سبعة أو تمن سنوات الطفل اللي هو الجيل عندنا في الخبط الساخن والدته جابته طلع عينينا يعني بقى بيشم كل يعني؟ بيشم آه المواد الطيارة طعيم ما بيقوله آه الحاجات اللي تحت التمرد اللي هو الجزء اللي احنا بنشمه أثناء التنوين التنوين العربيات أو البنزين أو التنر أو المونكير أو الأسيتون دي من سميها المواد الطيارة هو كان بيشم بغزبا عنه التنر اللي كان بيديه مواد الطيارة طبعا يعني إيجباري مع طفله بيشتغل في ورشة يعمل إيه والظروف كمان غزبا أنه هو اشتغل بالشغلان هذه فابتدى أنه يتعالج أهله بقى جابوه كده أهله جابوه وبسلامه وقاله حريك طلع حينينا في العلاق بس بالجد الصندوق ما بيزهقش والخط السيحة ما بيزهقش في المسألة عشان هو عالف طبيعة المركض طبيعة المركض هو ممكن يغلب الشخص المريض ويغلب قصوته ويغلب نحنا كمان معاه بس احنا هدفنا واحد في الخط السيحة نحنا من خلية تعافي المشكلة دي اتعافي معنا وبقى ينزل كمان معنا بعض اللقاءات اللي بقى يقول فيها تجربته مع الأطفال اللي زيه بردو أه أكيد بيقول تجربته في فترة إدمانه وفترة تعافيه من المشكلة دي وابتدى أن الناس يساعد هو يساعد الناس كمان في أن هم ينجذبوا الخط السيحة طبقا أنا عندي مشكلة وممكن أوجهها زي ما أنت موجهتها يساعدوا المدرسة عشان يشتغل عشان يساعدها برغم أننا منعين عمالة الأطفال بس ما علينا طبعا إكباري في أسر هتموت من جوة تعمل إيه لكن هي برضو شافت الأم أنه هو بيساعدهم قابل فلوس بس هيروح مستقبله هيروح خالص يعني هيتدمر من الإدمان فلاها يعرف يساعد نفسه ولاها يعرف يساعد أسرته بعد كده فحلو أن الأهل يبددوا يحسوا بالخطر أنه يأخذوا هم الأبن هم اللي يودوا ويتابعوه عايز أقول تاني في نهاية حلقتنا للي ما كانش متابعنا إحنا كنا نتكلم عن فقرة تعاطي الإدمان والمخدرات فيه صندوق طبع الحكومة محترم فيه كل الإمكانيات اللازمة وجميع مستشفيات يعني حاجات إن شاء الله على الخط الساخن إيه هو الخط الساخن عشان الناس كتير اللي بعتت لنا على الفيسبوك الخط الساخن هو 16-0-23 16-0-23 ده مجاني تقدروا تتكلموا فيه كل البيانات سرية تم شري يقدر يطلع على أي حاجة يعني ما تخافش أي أسرة إن هي ممكن تتفضح أو ممكن ما عرفش مين يقول عليها إيه ولا جريتها فلان هي إيه خط تام سرية تم بيتعالجوا إن شاء الله يعني نقدر نقدر يعني بيدينا وبيدي الحكومة ومع بعضنا كلنا إيد واحدة نقدر نقضي على بقى ظاهرة الإدمان الخطيرة دي إن شاء الله أستاذ محمد الشافعي مسؤول برامج صندوق مكافحة وعلاج التعاطي والإدمان بشكر حد ديك جداً أستاذ محمد وربينا يبريك لك repositimage شMY إن شاء الله لأن من غير مجهدك برضه حتى لو كان كل مؤسسات الحكمية موجودة هتبدل موجودة مدى الحقيقي لكن لو الأفراد اللي جوا مش قلبهم قوي على يعني أخوه المواطن اللي هو المصري اللي جنبه وجاره قدامه زميله في الشغل يعني طول ما إحنا قلبنا على قلب بعد بجد الفلد دي هتطلع فوق قوي يا رب يا رب وإحنا كمان دورنا هو معاكم وده حكومة هو إحنا هو تلفزيون المصري إعلام المصري دورنا برضو نحن نوعي الناس من خلال بلنامج طبي زيدان ننشر رسائل توعية وإدراك ويا رب السحة للجميع